العوامية تحت الحصار أقدمت السلطات السعودية على تنفيذ تهديداتها السابقة بهدم حي المسور التاريخي وسط بلدة العوامية في محافظة القطيف التابعة إداريا للمنطقة الشرقية يقول الأهالي أنهم يعيشون منذ عدة أيام حالة من الترهيب بعدما تحولت أحياؤهم إلى ما يشبه ساحة حرب حقيقية حيث تفرض السلطات طوقان أمنيا مشددا على كامل البلد التي أغلقت جميع مداخلها وبالتزامن مع محاصرات الحياة تهم الأهالي القوات الأمنية السعودية بمنع التوقم الطبية وسيارات الإسعاف من دخول البلد لإسعاف الجرحة كذلك الأمر بالنسبة إلى الإعلاميين والصحفيين الذين منعوا من الدخول إلى الحي من جهتها وجهت شخصيات معارضة سعودية نداني للصليب الأحمر الدولي دعته فيه إلى التدخل العجل لإنقاذ المدنيين وإسعاف الجرحة في البلدة في وقت اتهمت لجان الحراك الشعبي في شبه الجزيرة العربية السلطات السعودية بتنفيذ مخطط يهدف إلى إبادة المواطنين في محافظة القطيف يقع حي المسور التاريخي في قلب بلدة العوامية القديمة وهو مشيد منذ 300 عام ويسمى المسور لبناء سور حوله ويعرف لدى أبناء العوامية بالديرة يصل عدد الأبنية داخل الحي إلى أكثر من 400 بناء تحاول السلطات السعودية انتزاع ملكيتها من أصحابها وتقول الحكومة إن مشروع الهدمي يهدف إلى تحديث العمران وتنفيذ مشروع للتطوير العمراني ولكن أهالي العوامية يشككون في نية السلطات ويعتبرون ما تقوم به مجرد انتقام لمشاركتهم في الحركة السلمية المعارض ولمطالبتهم بحقوقهم المشروعة